نريد أن يبقى العراق بعيدا عن إصراع بين أمريكا وإيران وهما دولتان يحتفظ معهما العراق بعلاقات ممتازة هذا ما رد به العبادي حول العراق وموقفه آزاء توتر العلاقات بين الدولتين خلال حضوره في منتدى العراق الثالث للطاقة التي بدأت أعماله صباح اليوم في بغداد بمشاركة خمسين شركة نفطية دولية العبادي عبر عن أمله بأن لا تنسحب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران أنا لا أذهب حول تلك الأمور ولا أريد أن ندخل في هذا الحوار حول هذه القضايا تعني نبحث عن قضايا أخرى كما نريد أن يبقى العراق بعيدا عن الصراع بين أمريكا وإيران وهما دولتان يحتفظ العراق بعلاقات ممتازة معهما والعراق يريد أن يحقق توازنا في علاقاته مع واشنطن وإيران كما أود أن لا تنسحب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران أعضاء لجنة الطاقة النيابية تحدثوا عن ضرورة تغيير العراق لمساراته السياسية النفطية المتابعة في الأعوام الماضية والتي تعتمد بنسبة 90% على إراداته النفطية التي لم تمكن العراق من النهوض اقتصاديا يعتمد العراق على 90% من إراداته أو أكثر على النفط والقليل على الإرادات غير نفطية هل نتمكن من تغيير هذا المسار؟ وأنا أتوقع إذا بقينا على نفس الخطط التي سرنا عليها في السنوات الماضية لا أتصور أن العراق يمكن أن ينهض من جديد كما أشار نواب آخرون إلى ضرورة رسمي سياسة حكومية تمنح القطاع الخاص فرصا استثمارية تمكنهم من تطوير الاقتصاد وتنميته بشكل يتناسب مع الدول الاقتصادية الناجح الحل بأن تقل الجو الاستثماري مناسب للقطاع الخاص أن ينمو ويتطور هو يكون المشغل هو يكون المستثمر إذا فسحة المجال للقطاع الخاص للاستثمار سيكون هو الدولة الدير الدولة ترعى الأمن والخدمات للمواطن الدولة مو هي الاقتصاد الدولة ترعى الاقتصاد نحن قال بها على رأسها وفي هذا الأثناء أكد خبراء اقتصاديون على ضرورة طرح خطط اقتصادية لمناقشتها خلال جلسات حوارية وعرضها على الحكومة العراقية وهي خطط من شأنها المساهمة في خروج العراق من هيمنة السياسة الاقتصادية الريعية هناك جلسات تخصصية تناقش هذه الخطط تحديدا مراجعة ومناقشة رؤية العراق للعام 2030 وما هي السبل للنهوض بالاقتصاد العراقي وتنويع مصادر الدخل للعوامل القادمة للخروج من الريعية رئيس الوزراء شدد على جعل النفط عنصرا مساعدا وليس أساسيا في سياسته الاقتصادية المقبلة رغم أن العراق لم يتراجع في إنتاجه النفطي بالرغم من الأزمة الأمنية في المحافظات المحررة من بغداد خمال الكاتب الحرة